كيف ترتدي عدساتك اللاصقة؟ تتوافر العدسات اللاصقة في أنواع مختلفة من العبوات، فبعضها يأتي في زجاجات، في حين يأتي البعض الآخر في عبوات منفريدة. من الضروري الحرص على تنظيف يديك أولاً ونظافة أي سطح قد يلامس العدسة، للتأكد من أن عينيك غير معرضتين لخطر الإصابة بأي عدوى أو تهيش. يجب أن تملأ حافظة العدسات بالمحلول المخصص لها بمجرد فتح العبوة، ثم تضع العدسات في مكانها الصحيح في الحافظة يمين ويسار. تأكد أنك وضعت كل عدسة في مكانها المخصص في الحافظة لمنع انتشار أي نوع من أنواع العدوى، فإذا كانت إحدى العينين مصابة فستنتقل العدوى للعين الأخرى السليمة. لا تستخدم ماء الصنبوري في تنظيف العدسة أبداً. التقط العدسات بيدك وضعها في منتصف راحة يدك الأخرى، وضع بعض من المحلول عليها، ثم التقطها بإصبع البنصر أو السبابة. أمعني النظر جيداً في شكل منحن العدسة، وتأكد أنها موضوعة بشكل صحيح، والحواف متجهة للداخل وتشبه الوعاء أو شكل حرفي. بمجرد أن تصبح مستعداً، ضع العدسة داخل عينيك، بينما أنت تنظر بعينيك للأمام أو للأعلى، ثم اغلق عينيك وترك العدسات تستقر في وضعها الطبيعي وتأخذ شكل عينيك. شكراً لمشاهدتك هذا الفيديو، لكن ابقى عينيك مفتوحتين لمشاهدة الفيديو التالي عن كيفية إخراج العدسات اللاصقة من عينيك. أيها، أكبر موقع للعدسات والنظارات في الخليج. اشتركوا في القناة